انا اقول لحضراتكم مثلا على حاجة وده رسدته انا قريته على شبكات تواصل الاجتماعي لانه الناس بدأت تبالور هي ليه ممكن تكون بتأيد السيسي يعني ليه ممكن تكون بتأيده وتحملوني في ده لانه الناس كتبه اسباب كتير يعني شايفة انه في اسباب كتير تدعوها الى تأييد عبدالفتاح السيسي اقول لك انا سانتخب رئيس شكله ايه ورنا كده يا شباب اللي هو ايه وهنا انت ممكن تتفق او تختلف على الاسباب يعني ممكن تتفق مع بعض الاسباب او تختلف معاها يعني يعني هو الناس بيقولوا في ناس كده رصدت الاسباب قال لك سانتخب رئيس مواصفاته ايه يصلي الفجر ويحضر تدريبات طلبة الشرطة ويصلي مغرب رمضان ويفطر في الشارع مع العساكر هنا ما بكلمش على مساحة الصلاة بس لا دراجل بيحضر تدريبات طلبة الشرطة وبيفطر في الشارع مع العساكر طيب اللي بعد انه سانتخب رئيس نادته سيدة في الكنيسة وسط الاف المصلين حبيبي ابني سمعها فابعد حراسته وانحنى على ادها وقبلها موقف الناس شفيته على الارض طيب سانتخب رئيس ضرب بالطيرات ارهابيين اعتدوا على ابناء وطنه في ليبيا واطلق حركة عمران وبناء لم تشهدها مصر منذ نصف قرن ماشي سانتخب رئيس شيدة في اربعة سنوات مليون وسبعمائة الف وحدة سكنية استفادة منها تسع ملايين مواطن معاك ماشي بعد كده سانتخب رئيس انشأ في اربعة سنوات شبكة طرق وكباري ربطت اطراف مصر كلها لم تنشأ من قرن بتكلفة 20 مليار جنيه تمام بعد كده سانتخب رئيس هتفة في الامم المتحدة في اول حضور سياسي له تحيا مصر فوقف الجميع احتراما لذلك بعد كده قال سانتخب رئيس حرر جيش مصر من اسر السلاح الامريكي الاوحد يطارد الارهاب دفاعا عن شعبه فوصل بجيشه من الصحاري الى كوف الجبال تمام سانتخب رئيس قال للرئيس اكبر شركة تصنيع مولدات طقة في العالم ليس عندي الان تمويل فرد رئيس سيمز الالمانية سنبنيها سيدي ماشي سانتخب رئيس قال له هنري كيسنجر انت الوحيد الذي حافظ على دولته في الشرق الاوسط مبررات واسباب بعد كده سانتخب رئيس غيرت به مصر الاعلان العالمي لحقوق الانسان منذ صدر لاول مرة سنة 48 ليصبح اهم بنوده الحق في مقاومة الارهاب ده ده حصل بالفعل سانتخب رئيس امن بجزور وطنه الافريقية ووصل لها وتمسك بها وتشبسها فرحبت شعوبها باول رئيس مصري افريقي بعد جمال عبد الناصر تمام اول دولة في العالم سانتخب رئيس اول دولة في العالم تفتح له روسيا العظمى ليشهد غرفة العمليات الخاصة به اول رئيس في العالم ماشي اثبت الحضور القوي لوطنه في هاية الامم المتحدة كاول رئيس مصري يحضر اربعة دورات متتالية لمجلس ادارة العالم ماشي لم تكن به مصر ضيف شرف في دورات الامم المتحدة في ثلاث دورات فقط عقد لقاءات مع زؤماء 82 دولة في العالم ماشي قال فيه جون مكين اقوى عضاء الكونجرس الامريكي لم نكن نريد ان يظهر ناصر جديد في مصر لكن السيسي ظهر ماشي قال فيه رئيس وزراء الهند اكبر مفتكر تكنولوجيا البرمجات في العالم الهند ترحب بسيسي رئيس الانجازات المتعددة تمام عفر انفق الحياة الى سيناء ودفن فيه اطمع المستعمرين قال فيه حضراتي رئيس رؤساء بارلمانات افريقيا حافظوا على مصر وجيشها ورئيسها فنحن الافرقى مصريون بكم طيب استطاع في زمن قياسي امكانيات وطنه لعلاج واحد سخير امكانيات وطنه لعلاج واحد ونصف مليون مواطن من فيروس سي قالت له رئيسة كوريا الجنوبية نحن نسق في قيادتك طيب هنا هنا انا ممكن تبقى ليه اسبابي الخاصة التي تدفعني الى تأييد عفتاح سيسي وانا وقت لحضراتكم انا اؤيد مشروع 30 يونيو سيكون على رأس عفتاح سيسي سيكون على رأسه غيره اؤيد مشروع 30 يونيو لكن انا هنا بنقل ايه بنقل الحس بتاع الناس في الشارع بعيدا عن الفزلكات اللي احنا كنا شايفينها من شوي يعني انا يمكن ان امصد ده ده هتلاقي مجموعة من الشباب على الشبكات تواصل الاجتماعي كاتبين ده كاتبين وانت ممكن تتفق مع بعض الاسباب تختلف مع بعض الاسباب تشوف الشباب مبالغين في حاجات تشوفهم مستوفوش حاجات يعني المسألة بسيطة جدا بس انا ممكن اركن الى مواطن في الشارع العادي المواطن البسيط اللي شايف انه مصلحته مع عفتاح سيسي مع مشروع 30 يونيو مع دولة 30 يونيو مع انه يكون العمود الفقري بتاع الدولة دي هي القوات المسلحة بتاعت الناس عن مثل هذي الفزلكات اللي جنرالات تويتر قاعدين يرددوه وجنرالات فيسبوك قاعدين يرددوه هو دول الناس يعني الغدا والي مثلا فيه كلمتها انبارح فيه احتفالية المرأة المصرية قالت ان احنا كان عندنا مليون ست مصرية بتاخد معاش تكافل وقرام زادوا بقوا 2 مليون ومئة الف طيب انا اقول لكم بالله هي الستات دول الـ 2 مليون ومئة الف دول لما ينزلوا لو نزلوا للانتخابات هيددوا صوتهم لمين مش هيددوا صوتهم للسيس هيددوا صوتهم لمشروع تكافل وقرام ليه لانه في النهاية كل واحد برضو بيعاوز يقمن نفسه طيب هنا الناس وفيه وفيه حس كده قالك مهو الراجل ده حتى ما سماشي المعاش باسو ما هو كان ممكن يعمله ويسميه معاش السيس لكن ده انا سمعت ده واتنقل لي هذا الكلام من ناس كتير جدا قد تكون كل واحد ليه اسبابه كل واحد ليه اسبابه بس انا بتكلم في مساحة ولا افرض عليك ولا اوجهك وجهه ولا 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 خالص انا بقول لك قناعتي واعلنها وانت ليه قناعتك انت حر فيه نتناقش بين اختلف يمكن ان تقبل كلامي كله يمكن ان ترفضه كله يمكن تبقى شايف انه انا لأ ما بعملش لمصلحة البلد وانت اللي بتعمل لمصلحة البلد بس الخلاف نفسه انا محتاجين ويبقى على اسباب موضوعيه انا محتاجين ويبقى على اسباب موضوعيه